موسيقى شفنا ان محمد عظيمة ومدرب مصر المقصة ان هو بدء بتشكيل دفاعي بحث يعني هو داخل ماتش عايز ان هو يدافع بيلعب اربعة تلاتة تلاتة او اربعة تلاتة اتنين واحد بشكل اضاق ان هو سايب باسم مرسي مهاجم الفريق قدام لوحده وحاطت تلاتة في نص الملعب عشان يسنده الرباع الدفاع للنادي مصر المقصة شفنا ان الزمالك استغل الفكرة دي او الخطة اللي بدء بيها مصر المقصة ان هو عايز يدافع لازم الزمالك يبدأ بضغط كبير جدا طبعا درس نادي مصر المقصة شايف ان هو فريق عايز يحافظ دفاعي بالذات ان ماتش في كاسموس البطولة يعني البطولة غير عكس ماتشاط الدوري تماما الزمالك ان هو اللي هيجي بهدف هيبقى عايز يحافظ عليه عايز يعززه بهدف تاني اللي هو مقدرش طبعا هيبقى عايز ان هو يحافظ عليه ويكتفي بالهدف ده لان ماتش اقصائي ماتش مباراة اقصائية اللي يسجل هدف او اللي يحافظ على تقدمه هو ده اللي هيسعد يعني انت دلوقتي ما بتلعبش على تلت نقطة مباراة بتحتمل ان هي فيها تعادل فيها ممكن الخسارة عادي او لا انت لأ انت بتلعب على بطولة انت عايز تجيب اهداف على قد ما تقدر تحافظ عليها عشان تقدر تسعد للدور المقبل شفنا ان زمالك ادرن هردو ان هو في الشوت الاول كان شوت روتيني تماما بين الفريقين شفنا دفاع وتراجع كبير جدا من نادي مصر المقصة الزمالك بدأ بشراسة هجومية جدا بيحاول بيخترق من العمق بيخترق من الاجناب بيعتمد على المرتدات نادي مصر المقصة متراجع تماما في خط الدفاع افلين خط الدفاع افلين كل الحلول قدام لعيبة نادي الزمالك ما شفناش غير الحجمة اللي ضياحها الجزيري مهاجم نادي الزمالك لما تلعبت الكورة عرضية من ضربة روكنية اهضرها بهدر طبعا عالة المرمى ودي هي الحجمة الوحيدة اللي شفناها في الماتش كله او في الشوت الاول كله من ناحية النادي الزمالك شفنا برضو المصر المقصة ما هجمش تماما ما كانش فيه اي خطورة على جنش حارس مرمى الزمالك غير كورة احمد عادل ميسي لعب المقصة اللي قدر نادي مصر مقصة ان هو يدرب دفاع الزمالك المتماسك جدا بيتكون من محمود الوينش محمد عبدالشافي محمد عبدالجاني وحمزة المسلوسة في الزهير الايمن شفنا من النهاردة ان الزمالك طبعا بيعتمد على خط الدفاع على قيادة محمود الوينش اللي لسه مجدد عقده عنده خلاص استريح من ناحية نفسية خلاص ضمن ان هو قاعد مع الزمالك لغاية 2025 شفنا تماما ان قافل تماما على باسم مرسي مهاجم نادي مصر المقصة ما شفناش جير كورة وحيدة نادي مصر المقصة قدر ان هو يخترج دفاع نادي الزمالك لكن تصرف معها احمد عادل بميسي بغرابة شديدة ان هو واحد مع جنش ان هو يشوت الكورة في السماء حتى الكورة ما تشاطتش على الثلاث خشبات بتعمر ما نادي الزمالك وجنش طبعا ما حاولش عليها او ما عملش التراع عليها لان الكورة طلعت في السماء طبعا شفنا ان الشوت الاول كانت المحاولات على استحياء نادي الزمالك تاني كان بيحاول ان هو يهاجم او يخترق وبيحاول يشوف اي الحلول اللي يقدر في زل الدفاع المستميت من نادي مصر المقصة ولكن الدنيا كانت مقفلة تماما قدامه او قدام لعبيه اللي ما قدروش يخلقوا غير فرصة الجزيرة اللي احنا اتكلمنا عليها بين الشوتين طبعا كارتيرون عرف او درس نادي مصر المقصة عرف ازاي محمد عظيمة قافل الدفاع نادي مصر المقصة طبعا كان باين عليه او ان هو دفاعي ان هو قافل الدنيا تماما وما كانش دافع بالعناصر فيك هذا عنصر اساسي اللي نادي مصر المقصة ما كانش بيشارك زي باولن فوافي اللي نزل الشوت الثاني طبعا شفنا لما بنزل باولن فوافي الشوت الثاني كان عمل ايه هو الحرك المر هو الحرك الملعب هو اللي بدأ يخلق فرص لعيبة نادي مصر المقصة بدأ ان نشوف باس من مرسي بيروح مرة واثنين وثلاثة ولكن طبعا دفاع نادي الزمالك قوي جدا من خيادة الوينش احبط كل الفرص على مرمى نادي الزمالك شفنا تحسن كبير جدا من نادي مصر المقصة ولكن خصوصا بعد ما استقبل هدفين للأسر يعني احنا بدأنا شوفنا مصر المقصة ان هو بدأ يلعب او بدأ يهاجم على نادي الزمالك او بدأ يشكل خطورة كبيرة جدا ولكن بعد ما استقبلت شباكو هدفين الزمالك شوفنا ان هو في الشوت الاول بدأ يهاجم كنا على طول كان المحاولات من جبهة اليمنى عن طريق احمد سيد زيزو وحمز المسلوسي مهتم بالجانب الدفاعي خوفا من اي هجمة مرتدة على النادي الزمالك لان احنا شوفنا طبعا ان النادي مصر المقصة كان متراجع نسبيا فاي كورة هتتلاعب لقدام هتبقى هجمة مرتدة على النادي الزمالك خصوصا النادي الزمالك هو اللي عايز يبدأ بالتسجيل هو اللي شوفناه عايز على طول يهاجم ويبدأ يسجل عشان ماتش يتفتح لان هو لما يسجل هدف هيقدر يجيب التاني والتالت وده اللي شوفناه طبعا الشروط التاني كارترون بدأ يغير طريقة لعبه بدأ يهاجم من الجبهة اليسرى عن طريق محمد عبدالشافي شوفنا عبدالشافي بيهاجم وشايف ان انا من وجهة نظري ان محمد عبدالشافي كان احسن لعب في المباراة هو اللي خلق الفرص لنادي الزمالك هو اللي حرك اوباما هو اللي حرك الهجوم بتاع النادي الزمالك بدأنا نشوف اوباما يساعد سيف الدين الجزيري قدام في الخط الهجوم شوفنا زيزو بدأ يضم معهم في الخط الهجوم او في منطقة الجزاء شوفنا جملة تيك تيكية رائعة رائعة بين الجبهة اليسرى بين اشرف بن شرقي ومحمد عبدالشافي واللي نتج عنها الهدف الاول لنادي الزمالك واسست طوالة اروع من سيف الدين الجزيري اللي هي الكورة بشكل رائع جدا جدا ليوسف اوباما اللي اسكن الكورة في شباك نادي مصر المقصة من هنا كانت نقطة تحول كبيرة جدا في المباراة ان الزمالك عارف يوصل مرمى عارف يكسر الجمود الدفاعي بتاع نادي مصر المقصة لذلك ان احنا شوفنا ان الدفاع بتاع نادي مصر المقصة غلط نفس الغلطة ونفس الجملة تيك تيكية لنادي الزمالك عارف الغلط عن محمد عظيمة البكات دعاف جدا يعني قال بين الدفاع كانوا هما اللي سندين لان الزمالك كان بيحاول ان هو يدخل او يهاجم من العمق ولكن لما ملاقاش ان فيه فرصة بدأنا نشوف ان فيه لعب من على الاطراف اكتر بالذات من ناحية محمد عبدالشافي اللي قدر ان هو يصنع الكورة تانية نص جملة الهدف الاول عرضية جميلة جدا من محمد عبدالشافي متقنة جدا على رأس يوسف اوباما واللي قدر يترجم الهدف ده كان شكل عام الكلام على المباراة واحداثها والاهداف اللي سجلت فيه نقطة اخيرة هنقدر نتكلم عليها لقطة جميلة جدا ان قبل المباراة كان الطاقم الطبي للمباراة معاهم الجهاز المنعش للقلب للعيبة لازم تبقى فيه اسعافات اولية متواجدة جوه الملعب بشكل طارق زي ما شفنا في بطولة اليورو السنة دي لما كريسون ايريكسن لقى بالدنمارك وقع واغم عليه في الملعب وتعمله انعاش لقلبه في الملعب لولا ان الجهاز ده كان موجود في الملعب ساعتها يعني كان ممكن حالته تتظهر ولكن طبعا الاسعافات المتقدمة هناك في اوروبا شفناها في ماتش نادي الزمالك لازم نتعلم ولازم الثقافة دي تبقى موجودة لازم نحافظ عليها ما بتبقاش في ماتش وماتش لأ مش بس في الدوري الممتاز او في ماتشات الكاز بس او ماتشات المهمة بس لأ لازم نشوفها كل ضربات الدوريات او كل المشابقات اللي بتنظمها للاتحاد المصري نقدر نقول مبروك لنادي الزمالك سعوده للدور نصف النهائي هيلعب نادي اسوان في النصف النهائي دي كانت بروفة او استعداد لماتش ماصر المقصة اللي جاي لان المنافس الجاي اللي نادي الزمالك هو ماصر المقصة برضو في الدوري المراضي اليوم الخميس الجاي شكرا لكم نتقابل الحلقة الجاية من تريند يالا كورا موسيقى 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 اشتركوا في القناة